جهلا لكم جديد في في بلايب مازالنا نحكيه عن نادي الافريقي urوذ واصلوا للزوز من لاعبي من نادي الافريقي اكثر اليوم لكلام في المدة هذه واحد حقيقي والاخر مس فقط مجرد كلام مصول حتى اوفر من الزوز من لاعبي هيرو بهايضا حسب ما كدهنا مصدر من نادي الافريقي العرض الاول لما نحكيه عليه اللي هو العرض الرسمي وصولا للاعب البركينيو بيركين ابي بصيرو كومباري هدف النادي الافريقي في الموسم أو في الموسم الحالي زي ما وفيت قبل توقف النشاط بصيرو كانوا يصلوا عرض من بالضبط من مولدوفا بقيمة صفقة مئتين الفورو يساوي تقريبا ستمية وخمسين مليون بالعملة التونسية لكن إدارتنا للإفريقيا ما يشبش تقبل الأوفر ويبدو أنها تشوف أنه قيمة الملاعب متاحها تساوي أكثر برشا من اللي قبل غيره معه أنه اللاعب في كل مدة قاعدين يوصلوه ديزوفر ما همش في قيمته لحد الآن فما حتى أوفر وصلوه بخمسين الفورو لاعب هيدا يعني آآ فما جدية كبيرة في العروض اللي قاعدة توصل الى باسيرو كومبوري لاعب النيد الافريقي يعني خاكين قولو خمسين الفورو يعني مئة وخمس سمعين مليون وإلا آآ حاجة ما تفرقش برش على المونتون هيدا دونك آآ هيئة النيد الافريقي لحد الآن ما يشبتسلم في اللي ملاعب بمتاحة بش يواصل الموسم وتبحث عن مواسطة الموسم القادمة أيضا مع اللاعب اللي يتقلق في بداية الموسم الحقي دونك آآ الى حد الآن للكلوب رفضت آآ ليزوفر هيدا من كل اللي وصلوا بصفة رسمية نقول الكتابة العامة للنادي الافريقي من جهة ثانية آآ ايضا الكلام مكسر حول اللاعب اسكندر العبيدي ومكانية تفريط فيه بعد وصول آآ يمكن بحدود مليون دينار اسكندر العبيدي ايضا آآ حابنا نثبته من الخبار هيدا تبين انه آآ الى حد الآن ما وصلت حتى آآ رسمي لللاعب اسكندر العبيدي يمكن فقط مجرد الكلام انه فما امكانية آآ بيع اسكندر العبيدي لكيف كيف كان من الاحصل اللي منعبية في الكلوب خلال الموسم الحالي لكن الى حد الآن ما فما حد شيء رسمي بخصوص اسكندر العبيدي دونك آآ اللخص الى حد الآن وصل آآ اوفر وحيد بالخصوص بصيرو كومبوري بشو رفضوا هيئة الكلوب من مولدورزا بالتحديد آآ هيئة افريقية مش مش تقبلوا فرهيرة بنسبة اسكندر العبيدي فانه الى حد الآن موصل حتى شيء رسمي بخصوص اللاعب النادي الافريقي اسكندر العبيدي دونك آآ مزانا مواصلين في فاري بلاي حتى للخمسة بتاع عشرين مشيوا للاخبار مع زميلة فدوى تركيو بعض مواصلين حتى